تدرون ليش دايماً كبار السن يقولون لنا ما لكم وما للسياسة؟ وليش دايماً يكون عندنا رهبة من انتقاد الملك أو أي فرد من الأسرة الحاكمة؟ وليش الخوف يمنعنا من انتقاد سياسة البلد؟ ومن انتقاد فساد الدولة؟ طيب وش اللي خلانا نوصل لهذه الدرجة من الرعب؟ سلام عليكم لطالما كانت الحكومة تستخدم اسلوب يشبه اسلوب تخويف الأطفال وتروج لنفسها بأن لديها قدرات ضخمة لاكتشاف مخالفيها ومنتقديها فمثلاً في عهد الملك فهد كانت الحكومة تستغل جهل الناس وتنشر شائعات بأن لديها قدرات خارقة لمعرفة ورصد معرضين الدولة عن طريق نشر شائعات وأكاذيب هدفها تخويف الشعب وفرض سيطرة غير مباشرة على حريته في التعبير والانتقاد والمطالبة بالإصلاح وعشان يحسسونه أنه مراقب طوال الوقت يعرفها الكثير ممكن اللي عاصرها يضحك على نفسه الآن في وقتها كان منتشر بين الناس أنك إذا تكلمت بالتليفون وانتقت الدولة أو تعاطفت مع جهات معينة يطلع عند الحكومة لمبة حمراء وكان الناس بصدقين وما يتكلمون في السياسة عن طريق الهاتف وتفاقم معهم هذا الشعور أن الحكومة راقبهم لدرجة أنه إذا دار حديث سياسي في مجلس يقولون للمتحدث أشكت ترى الجدران تسمع أو للجدران أذان وتمر الأيام وتعدي السنين حتى وصلنا العهد الملك سلمان والشعب هو الشعب بخوفه والنظام هو النظام بسيطرته على حرية الشعب والحد منها وصار للحكومة أدوات كثيرة ترهب عن طريقها الشعب وتخوفوا من إبداء أي رأي أو مخالفة أو معارضة عن طريق عدة جهات الجهة الأولى هي وزارة الداخلية وحدة مكافحة الجرائم التابعة للبحث الجنائي وتقول أن لديها القدرة بمعرفة أي شخص متخفي في الشبكة العنكبوتية وعلى الجميع التفكير قبل ارتكاب أي خطأ وتروج وزارة الداخلية أيضا بأن لديها وحدة العمليات بإدارة التحري والبحث الجنائي وأن هذه الوحدة لديها القدرات الخارقة حتى أنها تستطيع الدخول لسيرفرات البرامج وأخذ معلومات صاحب الحساب يعطيك كم عدد التغليلات في الدقيق كم عدد التغليلات في الساعة في اليوم تستطيع أن ترجع بما نسميه نحن البيانات التاريخية نستطيع أن نرجع إلى خمس سنوات في الخلف هذا البرنامج لديه أكسس وصول إلى رسيفرات نفس الموقع التواصل الاجتماعي بحطم أن الشركة التي تمت تعاقد معها لديها هذه الشراكة مع الموقع التواصل الاجتماعي أصبحنا معا للفريق حتى نعرف أجهزة المستخدمين نستطيع أن نعرف جنس المستخدمين نستطيع أن نعرف هذه الحسابات التي تغلل اتفاق مع الشركات والبرامج للولوج داخل السيرفرات وأخذ المعلومات مجموعة الفايف آيز ما عندهم هذه القدرات الجهة الثانية هي جهاز أمن الدولة وتم إنشاؤها في 20 جولاي 2017 وطبعا هذا الجهاز ما سووه إلا لمهمة واحدة وهي ترهيب الشعب وتخويفهم وقام على الأصوات التي تطالب بالإصلاح عشان يقوم بمهمته بشكل جيد لابد أن يشاع بين الناس بأن هذا الجهاز لديه القدرة على مراقبة المواطن ورصد المخالفين والمعارضين لفساد السلطة وتروجن نفسها بلغة الترهيب والتهديد فصل جديد تكتبه رئاسة أمن الدولة في فرض النظام وملاحقة الخارجين عليه المتوهمين بأن تطبيق الأنظمة العدلية مقتصر على الوقائع على الأرض فحسب هذه المرة تعلن رئاسة أمن الدولة بأن ساحات الإنترنت ليست بمنأة عن سلطتها وأن من يتخفون وراء معرفات وهمية ويتزعمون إثارة الرأي العام ويحاولون زعزعة الاستقرار تحت وهم صراع التيارات أو إذكاء النعارات الطائفية والعنصرية كل أولئك سيكون مصيرهم الخضوع للإجراءات النظامية أما الجهة الثالثة هي النيابة العامة وتروج للشعب بأنها ترصب مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل عمدار 24 ساعة لمراقبة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي أي نشاط محل تجريم يتم رصده من قبل الفريق التقني تحليل المعرفات تحديد تاريخه ومكانه وبعد ذلك يتم رفعها إلى الفريق الفني الذي يكيف هذا الفعل قانونيا المرحلة الثالثة هي الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار عمر قبض أو الكتفاء بالاستدعاء الدولة تستعرض أمام الشعب عضلاتها وتقول احذروا أنا أملك كل هذه القدرات اللي رصد المنتقدين والمعارضين لسياسة الدولة خلونا نكمل ونشوف هذا الكلام هل هو صدق ولا ما عندهم سالم الحين حنا جينا في زبدة الموضوع عزيزي المتابع عزيزتي المتابعة شفت كل هالقدرات اللي تروج لها الدولة كلها خثريت جواحد مسخن وكل جهة تجيب كذبة أكبر من الثانية وما عندهم سالفة الهدف من الترويج لهذه القدرات هو هدف واحد فقط ألا وهو أنهم يبونوا يخوفونك ويشعرونك أنك مراقب طوال الوقت شفتوا كل هالجهات وزارة الداخلية وأمن الدولة والنيابة العامة قدراتهم تقتصر في عوامل معينة فقط لا غير ألا هي بلاغ وتعقب رصد تحليل اعتقال يراقبون ويتحررون أنت وش تكتب وإيش تصور وتتكلم مع مين ويرصدون أي تغريدة تدل على مدينتك أو قبيلتك أو اسمك أو أي معلومة تخصك أما غير هذه الأمور والله هنهم يعقبون ويخسون وأنا أثبت لكم كلامي بالدليل أول دليل أنه كان في السنوات الماضية حسابات كبيرة لنشطة معارضين كانوا يجلدونهم بجلد كل يوم وكل ساعة وشغالين جلد مقالات وتغريدات وماسحين فيهم الأرض ومن أبرز هذه الحسابات حساب كشكول وحساب سماحتي كان التفاعل في حساباتهم قوي وضغطين الحكومة ضغط قدرت الحكومة توصلهم بهذه القدرات الخارقة؟ لا ليش؟ لأنها كذب في كذب قدراتهم هي قدرات العريف عائض والرقيب عطية حتى عطية كان يسحب عليهم يروح الدينة ولا يداهم طيب إيش سويت الحكومة؟ وكيف عرفت من وراء هذه الحسابات؟ أنا أقول لكم كيف كان فيه سعودي اسمه علي الزبارة شغال في تويتر جندت الحكومة على شان يعمل معها كجاسوس ويجيب بيانات هالحسابات وكان أيضا فيه واحد ثاني اسمه أحمد أبو عمو وكان أيضا يعمل في تويتر وتم تجنيده كجاسوس يعمل لصالح الحكومة السعودية دفعت الحكومة السعودية رشوة لأحمد أبو عمو واستطاعت معرفة شخصيات وأسماء من وراء هذه الحسابات بعدها تم كشف الجواسيس والله لولا الله ثم هؤلاء الأشخاص لم استطاعوا الوصول إليهم عزيز المتابع أبيك تسأل نفسك إذا الحكومة صادقة وتملك هذه القدرات والصراحيات اللي ما هي عند الـ CIA ليه تستعين جواسيس وتدفع لهم أنا أقول لكم ليس لأنهم ما عندهم سالبة والله ما عندهم قدرة للوصول لأي شيء تجنيده من هالجواسيس هو دليل أن ما عندهم الاستطاعة ولا القدرة أنهم يحصلون على أي معلومة من حساباتك إذا كنت أنت مأمن نفسك بشكل صحيح ومخفي معلوماتك ومنتبه وحريص ما راح يوصلون لك طيب في واحد يقول أن الحكومة عندها برامج تستطيع من خلالها أن تخترق الهواتف لو الحكومة عندها هذه القدرة وتقدر تخترق ليه نفعة ملايين الدولارات لشركة بيسوس الإسرائيلية عشان تخترق جوال عمر بن عبد العزيز عن طريق رابط حتى الاختراك كان سبب أن عمر هو اللي ضغط على الرابط يا جماعة الحكومة لو عندها قدرة فعلا ما كانت روجت النفس بهذه الطريقة وبلاجة التهديد والترهيب كل هذه الدعاية بأن لدينا القدرات والإمكانيات مجرد كذبة عشان تكون من عزل داخل فقاعة خوف يهزمك هذا الشعور إنك مراقب ومرصود علشان تسكت وترضى ترى الأمر محزن لما تشوف فيه مواطن أو مواطنة ما عندها الجرأة أنها تعمل لايك أو تعلق على موضوع هي متضررة منه أصلا الأمر محزن جدا زبدة الكلام القيدة اللي في يدك وهمي ليس حقيقي وأكبر دليل شوفوا الشباب والبنات اللي شاركوا معنا في الهاشتاغات والحملات الشعبية الأخيرة أغلبهم كانوا مذلك قبل أسابيع واليوم يتمتعون بمساحتهم بحرية بدون خوف وأتمنى أني أشوف كل واحد عنده نفس هذه مساحة من الحرية وأنكم تسوون حساباتكم وتشاركون وتعبرون عن أراكم وتنطلقون في هذا الفضاء وأي مساعدة واستفسار هذا سنابي وأنا تحت أمركم بأي وقت أهلا ومرحبا بكم في فقرة تريندينج الخبر الأول اللي معانا اليوم محمد بن سلماني يرضخ ويفرج عن الناشطة لجين الهذلول بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن يرحب بخبر الإفراج الخبر الثاني هو ارتفاع أسعار البنزين وسط سخط شعبي ورفع صورة الملك عبد الله احتجاجا واعتراضا الخبر الثالث الحملة الشعبية والهاشتاق الأشهر الراتب ما يكفي الحاجة يعود للواجهة مجددا رغم محاولات إخفاعه عن طريق الحكومة ولكن التغريد في الهاشتاق ولكن التغريد في الهاشتاق ما زال مجتمرا حتى وصل لآخر لحظة إلى ثلاثين ألف تغريدة كان التفاعل ممتاز جدا رغم أن الراتب ليس هو الراتب والحاجة ليست هي الحاجة الخبر الرابع اللي معانا اليوم محمد بن سلمان ما زال يطلق الكثير من المشاريع والوظائف هذا الرجل ما زال يكذب ويكذب وهذا الرجل مرة معادي يستعى وجهه نبغى واحد يسكه على جبته عشان يعيش الأمر الواقع معانا الخبر الخامس اللي معانا اليوم هو خبر الإفراج عن المتحدث الرسمي بعد اعتقال داما لأسابيع ونتمنى أن فترة الاعتقال لم تؤثر على شفافيته التي اعتدنا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الصحفيين أهلا وسهلا بكم وأنا سعيد بلقائي بكم مرة أخرى من بعد طول الغياب ناخذ السؤال الأول تفضل تفضل الأخ ما اسبب اختفاء مع عليكم فجأة والله كانت يعني كنت باستضافة أخواننا في أمن الدولة حطوني في مكان لايق تيجيني جراية كل يوم شوف التلفزيون يعني مكان أشبه بفندق خمسة نجوم وإن شاء الله أن تكون آخر زيارة السؤال اللي بعده تفضل تفضل الأخ ما تعليقكم على أشتاقات البطالة ورات ما يكفي الحاجة نعم أنا لاحظت هذا النشاط مؤخرا ومما لا شك فيه أن هذه النشاطات تأتي من دول معادية تقوم بهذه النشاطات لتأليب الرأي العام فالحمد لله الشعب عندنا شعب عظيم شعب واعي ويعرف أنها أسهم العداء سؤال اللي بعده تفضل من تقصد بجهات معادية؟ والله كثير حنا كل الناس يقعدون ما ما بقى حد إلا وناش فينها معه إيران قطر أخوان موساد إسرائيل أمريكا اللي ودك بوفيه مفتوح السؤال اللي بعده تفضل تفضل إيه اللي بعدها أنت الدلخ تفضل مع عليكم ما تعليقك على خروج الناشطة لوجين الهذلون؟ والله شف ولا تلامر دائما يكون هناك فيه تناصح لابناء الوطن ابناء الوطن يخطون ويرضون عليهم المعازيب ويطلعونهم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ذنب فضل معازيبنا وصدورهم وسيعة وقلوبهم تاسع الجميع نعم السؤال اللي بعده تفضل 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 أنت براسم ربع تفضل ماذا عددهم التخابر مع عداء الدولة الموجهة لها وخصوصا لأن ولي العهد قال لدي الأشرطة والأدلة شف هو صح ولي العهد كان عندها أشرطة فيه عند تسجيلات فيديو وأشرطة مشجلها أن فيه دهم التخابر لكن اللي في الشريط كانت تشبه اللوجين يعني ما هي باللوجين طلعت ما هي باللوجين والحمد لله جاها عفو وطلعت هام شيء أنها أنها طلعت السؤال اللي بعده تفضل أليس ما روجت لها الحكومة من تهم اللوجين ولبقية المعتقلين يعتبر تضليل للرأي العام والله شف عندنا التضليل عندنا ممنوع المرور قائم بدوره يعني بشكل ممتاز وجيد يعني أي واحد نضلل يوقفونه ويعطونه مخالف ما عندنا تضليل يا رب لك العمد ولا نضلل ولا غيره يلا السؤال اللي بعده تفضل يا طويل العمر هل تعتقد أن سبب الأفراج عن لوجين هو بسبب الخوف من الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ شف أنت إنسان خبيث بوا يا ولد أنك خبيث أنت أنت بتستغل شفافيتي في ولكن أنا ما عندي بشكل حنا معازيبنا ما يخافون حنا دولة ذات سيادة ما يقول لها معازيبنا يمشي على الكبير والصغير نظام تدخلات تذكروني يوم قلنا الظاهر فيه سكريبت موزع بين المستبدين خليني أقول لك معبارة من ذاك سكريبت يقول لك من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك نشر الخوف هي أفضل طريقة لأي مستبد حتى تشوف الشيء المشترك بين الدول الاستبدادية هو عدد المباحث فيها والأجهزة الأمنية بشكل عام لازم يشعرك أنك مراقب بألمانيا الشرقية أيام الحرب الباردة كان الناس يقولون ترى أي واحد يمشي بالشارع مباحث وأنا ما تغيب عن بالي الفكرة اللي كتبها جورج أورويل في روايته 1984 1984 لا تتكلم لا تفكر لا تبحث لا تتجرع على التعبير عن رأيك من أنت عشان تفكر وتكتب رأيك ترى كل شيء مراقب والأخ الأكبر يراقبك هذه الرواية صورت الدولة البوليسية بأبشأ صورة لأن زرع الخوف بقلوب الناس تجعلهم يقبلون بأي حقيقة ويصدقون أي كذبة تخيل لو أن اثنين زايد اثنين يساوي خمسة أما اثنين زايد اثنين يساوي أربعة مع قطع رأسك لأن الحقيقة تحتكرها الحكومة من أنت عشان تقول أربعة في هذه الرواية تصور لك أن الموضوع مو فكرة المراقبة من بعيده بس لا هو الدكتاتور يبي يشعرك أنك ترى مراقب في كل الأحوال عشان تعيش بحالة خوف دائم وأن كل حرف تقوله ترى مسجل وبتحاسب عليه في الدولة اللي يتكلم عنها الكاتب بالرواية كانت تعيش حالة من قلب الحقائق يعني عندهم وزارة اسمها وزارة الحب فكرتها باختصار تنشر الخوف والرعب بين الناس ونشر الكرهية وفيه بعد وزارة الحق والحقيقة من متى تزور الحقائق وتغير وتعدل في التاريخ وتنشر الأكاذيب وفيه بعد شرطة الفكر وكل واحد يخضع لمراقبة شرطة الفكر لأن عقلك أنت ما تملك الحكومة هي اللي تملك عقلك جريمة الفكر أو الرأي ما هي بتستوجب الموت وبس لا هي الموت نفسها بهذه الدولة البوليسية وبطل هذه الرواية هو وينستون هو شاب عادي يعيش بشقة صغيرة وعنده تلفزيون مراقبة بالبيت يراقب كل تحركاته وأفعاله وحتى تعبيرات وجهه لكن وينستون كان يكره الوضع هذا اللي عايش فيه خصوصا وأنه يشتغل بوزارة الحقيقة فهو عارف كمية التزوير والكذب وقلب الحقائق اللي قاعدة تصير وإن الأخ الأكبر يبي الحقائق تكون على ما يشتهي من ثم يغذي عقول الناس بها لكن وينستون ما قدر يتكلم عبارة الأخ الأكبر يراقبك في كل مكان والناس عايش بخوف لدرجة أن الأب صار يبلغ على ابنه والابن يبلغ على أمه دولة بوليسية بامتياز والأخ الأكبر يحب فكرة تمجيده يحب يظهر في جميع الشاشات اللي بكل بيت يحب أي أغنية أو كلمات تمجده وتحييه وبعدها رواية 1984 تروح لمنعطفات ومناحي وأخرى ما أود أحرقها عليكم والحمد لله حينما وصلنا لمرحلة هذه الرواية لكن أتوقع كثير من الأشياء ترتبط مع هذه الرواية في واقعنا أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة استودعكم الله تجردوا من خوفكم كونوا أحرارة نراكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة